تخوض الكتل السياسية منذ يوم أمس مشاورة مكثفة للخروج من أزمة اختيار رئيس للحكومة المؤقتة ولكن على ما يبدو أن عجز تلك الكتل عن التوافق على شخصية معينة تكون قادرة على قيادة المرحلة المقبلة والتي هي بالأساس مليئة بالمخاطر والمسؤوليات والأزمات السياسية والاقتصادية والصحية المتراكمة منذ اعتذار محمد علاوي عن التكليف برئاسة الوزراء وإلى يومنا هذا رغم تداول بعض المواقع ترحى أسماء متعددة إلا أن بعضها استبعدت والبعض الآخر قيدت دراسة بحسب مسؤولين فقد كشفت جهة سياسية عن تشكيل تحالف جديد يضم القوى الشيعية داخل العملية السياسية حيث علن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي عن وجود حراك سياسي مستمر بين الكتل الشيعية لإيجاد تكتل شيعي جديد مبينا إن الفتحة ودولة القانون سيكونان نواة هذه التكتل مضيفا أنه سيكون مفتوحا على جميع المكونات الأخرى مكتسبا بذلك استعداد تحالف القوى العراقية للتعاون مع أي تكتل شيعي جديد بحسب قوله فيما أفاد مصدر سياسي تشكيل لجنة سبعية من الأحزاب الشيعية لاختيار رئيس الوزراء ومن ثم إرسال كتاب إلى رئيس الجمهورية برهم صالح من أجل تكليفهم وبين أن الأسماء هي كل من نبيل الطرفي عن تحالف سائرون وعدنان فيحان عن تحالف الفتح وأحمد الفتلاوي عن تيار الحكمة وباسم العوادي عن ائتلاف النصر وحسن السنيد عن دولة القانون وحيدر الفؤادي حزب عطاء وعبدالحسين الموسوي حزب الفضيلة ولكن على ما يبدو فإن بعض الأطراف داخل البيت الشيعي رفضت المشاركة في هذا التحالف خشية عودة التحالف الوطني والذي تفكك بفعل الخلافات السابقة حيث قال النائب عن الفتح فالح الخزع لأن جهود الكتل في المباحثات الآن تنصب على اختيار رئيس وزراء جديد للمرحلة المقبلة ولا وجود لحراك لعادة تشكيل التحالف الوطني من جديد مضيفا أن الحراك الحالي منصب على تشكيل الحكومة واختيار رئيس وزراء وفق معايير ومواصفات ومقاييس يتفق عليها الجميع لشغل هذا المنصب المهم فهل الكتل السياسي أدركت حجم المخاطر التي تواجه العراق بمقدار شخصية تعيد هيبة الدولة وتعالج الملفات الاقتصادية وتعمل على الإعداد لانتخابات مبكرة لعادة الثقة بالعملية السياسية